أبلغت الإدارة الأمريكية إسرائيل أن تعارض خطط بناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية جديدة في مستوطنات في الضفة الغربية موقع أكسيوس الأمريكي قال أن السفير الأمريكي بالإنابة مايك راتني أجرى اتصالا عاصفا بمستشارة بينت للسياسة الأمريكية شمريت مائير للاحتجاج على هذه الخطوة وأضاف الموقع أن بايدن ومساعدي ضغطوا على بينت لتقييد نشاط الاستيطان في الضفة الغربية قلقونا للغاية من خطة الحكومة الإسرائيلية للتوسع في بناء آلاف الوحدات الاستيطانية من الغد الكثير منهم في عمق الضفة الغربية بالإضافة إلى ذلك نعبر عن قلقنا بشأن نشر العبوات في 13 ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية نعارض بشدة التوسع في المستوطنات لا يتسق نهائيا مع جهود تخفيف التصعيد وضمان الهدوء وتدمر احتمال حل الدولتين ليست المستوطنات فقط ففي الأشهر القليلة الماضية برزت خلافات عدة بين واشنطن وتل أبيب وسط محاولات إسرائيلية لأحداث تقارب مع الولايات المتحدة في عدد من القضايا تسعى الحكومة الإسرائيلية لترميم ما خلفته السياسات نتنياهو مع واشنطن وذلك من خلال إيجاد قنوات للحوار مع الأمريكيين وعلى طاولة النقاش يبرز ملف السلام مع الفلسطينيين كنقطة جوهرية للخلاف بين الجانبين فواشنطن تتبنى حل الدولتين كمحور رئيسي لتلك القضية وأعلنت رفضها تصريحات إسرائيل عن عدم إمكانية التوصل لاتفاق حاليا الإدارة الأمريكية بدورها عبرت في أكثر من مناسبة عن نيتها بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس والتي أغلقها ترامب دعما لإسرائيل ما يعد ضربة قاسمة لصفقة القرن التي احتفلت بها تل أبيب ويبقى ملف إعادة إعمار غزة ما حل نقاشا بين الجانبين فواشنطن تريد تعاونا إسرائيليا أكبر في هذا الملف بينما تتحفظ تل أبيب على ذلك التعاون بسبب مخاوف من استفادة حماس من مواد إعادة الإعمار الملف الآخر الذي يعمق الخلاف هو المحدثات الأخيرة الحاسمة التي جرت في فيينا بشأن إمكانية إحياء الاتفاق النووي مع إيران فلدى تل أبيب العديد من التحفظات على المحادثات النووية مع إيران إضافة إلى قلقها من عدم مراعاة إدارة بايدن في دبلوماسيتها مع إيران مواقف إسرائيل بشكل ملموس أما فيما يتعلق بسياسة الاستيطان الإسرائيلية فأعلنت واشنطن ما وصفته بالقلق تجاه سياسة الاستيطان وقالت إنها تتعارض مع القانون الدولي ومحاولات إحياء عملية السلام اشتركوا في القناة